موسيقى ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن سلطات الروسية تواصل البحث عن سبل لتلبية حاجتها من العدد الكبير من الأفراد المطلوبين لصد أي هجوم كبير في المستقبل بأوكرانيا وقالت الوزارة أنه من المرجح أن تحتفظ موسكو بخيار مفتوح لجولة جديدة من الاستدعاءات والتجنيد الإجباري في إطار مبادرة التعب الجزئية وبحسب الاستخبارات البريطانية صرح المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف في الثالث والعشرين من يناير الجاري بأن مرسوم التعب الجزئية لا يزال ساري المفعول أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلانسكي أن الهجوم الروسي الذي تعرضت له منطقات أولينيفيكا في إقليم دوناسك سيصبح إحدى التهم المواجهة ضد روسيا في المحكمة الدولية وشدد زلانسكي في تغريدة له عبر تويتر على ضرورة محاسبة كل المسؤولين على الهجمات التي تعرضت لها المنطقة الأوكرانية ولسيما المنطقة الخاصة مضيفا أنه يجب إعادة جميع الأوكرانيين إلى ديارهم أعلنت سلطات دوناسك تضرر البنية التحتية للسكاك الحديدية في مدينة إيلونوفيسك نتيجة لقصف من القوات الأوكرانية بصورة بصواريخ مارس الأمريكية وذكرت سلطات أن القصف الأوكراني ضمر شبكة الكهرباء التي تغذي المناطق والقرى السكنية القريبة وشبكات التدفئة لا يزال أزيز الطائرات وصوت انفجارات القذائف يكسر صمت الأجواء الشتوية المتجمدة في أوكرانيا في مثل هذا الوقت من العام مع تواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية على خط المواجهة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أعلن أن قصفا روسيا على خرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين وفي خركيف شرقي البلاد أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة بأن غارة روسية أصابت مبنى سكانيا من أربعة طوابق ما أصفر عن وفاة سيدة ووقوع عدد من الإصابات في المقابل أشارت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خاضعة لسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا المجاورة في جنوب البلاد إلى مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك الحديدية واتسمت مؤخرا الجبهة في جنوب أوكرانيا منذ نوفمبر بالهدوء مقارنة بخطوط المواجهة في شرق البلاد حيث يدور قتال عنيف لكن القصف من الجانبين لم يتوقف كما استؤنف القتال هذا الأسبوع في منطقة زابوريجيا إلى ذلك وفي مواجهة الهجمات الروسية تتواصل الدعوات الأوكرانية المطالبة بصواريخ التكمز الأمريكية الصنع والتي يبلغ مداها نحو 300 كيلو متر وهو ما ترفض واشنطن تزويد كييف بها حتى الآن أكد رئيس الوزراء الأوكرانية دينيس شميهال أن بلاده لديها خطة للاندمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون العامين المقبلين وأدف شميهال أنه من المنتظر أن تتطرق القمة الأوكرانية الأوروبية القادمة المقرر عقدها في كييف في الثالث من فبراير المقبل لهذه القضية معربا عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام نحو هذا الهدف لسيما في مجالات محددة مثل إبرام اتفاقية بشأن نظامي بدون تأشير للسلع الصناعية وتعليق رسوم الجمرقية على الصادرات الأوكرانية لمدة عام آخر أكد نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي ريبكوف أنه لا جدوى للحوار مع أوكرانيا وذلك عقب إعلان واشنطن وحلفائها توريد دبابات للنظام الأوكراني وقال ريبكوف أن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني لا سيما من إمدادات الأسلحة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية وأنظمة الأسلحة المختلفة فضلا عن طرق استخداماتها بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمواجهة الأسلحة الروسية طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس سولنبرغ كوريا الجنوبية بتكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا وخلال اليوم الثاني من زيارته لسي أول حث ستولتنبرغ كوريا الجنوبية على تكثيف مساعدتها العسكرية لأوكرانيا دعي يانس سي أول إلى بذل مزيد من الجهد من أجل كييف واقترح ستولتنبرغ على كوريا الجنوبية مراجعة سياساتها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة على غرار دول مثل ألمانيا والنرويج في البوئانيا hoo magnاشا مرحلة تسليح المتحطوات العادة العادة العاخلة العادة العتوع العادة العادة